حزن على منسي فلاحق به قصة استشهاد اللواء امتياز إسحاق قائد مأمورية الوحاة في الاختيار 2 شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل الاختيار 2 استشهاد اللواء امتياز إسحاق محمد الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزية والذي كان الردبة الأكبر من بين ضباط المأمورية وكان حينها بردبة عميد وذلك خلال ملحمة الوحاة الشهيرة وعرض مسلسل الاختيار 2 مشاهدة من معركة الوحاة التي وقعت يوم العشرين من أكتوبر 2017 واستشهد فيها 16 من ضباط الأمن الوطني والعمليات الخاصة خلال مواجهات مع ناصر إرهابية يتزعمهم الإرهابي الهالك عماد عبد الحميد الضراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي في ساعة مبكرة من صباح يوم العشرين من أكتوبر 2017 ودع اللواء امتياز زوجته وأبناءه متوجها إلى عمله بعد إبلاغه بمأمورية لاستهداف عناصر إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة الوحاة قاصد جهة عمله وأعد عدته واستقل السيارة التي ستنقله من مكان عمله إلى مكان المواجهة وصلت القوات إلى مكان المعركة حيث كانت المأمورية مؤلفة من ضباط قطاعي الأمن الوطني والمركزي وما إن وصلوا حتى بدأ إطلاق النار من العناصر الإرهابية مستخدمين أسلحة ثقيلة ورشاشة وأبدأ ضباط الشرطة بسالة في مقاومة العناصر الإرهابية التي اتخذت من ربوة عالية مكانا لإطلاق النار على القوات وأصيب الواء امتياز كباقي زملائه حتى فاضت روحه الطاهرة إلى ربه وقبل استشهاد امتياز بأشهر قليلة حدثت عملية استشهاد العقيد أحمد منسي في كمين البرث بشمال سيناء والتي أحزنته كثيرا وكان يضع ربه لينول الشهادة حتى كتبه الله بعد ثلاثة أشهر من استشهاد منسي ورجاله ويعد الواء امتياز إسحاق محمد كامل حمود أحد ابناء مركز الرحمانية بالبحيرة من أبطال المعركة ولقب بأسد الوحات ومتزوج ولديه ولد وابنتان بدأ الواء الشهيد عمله ضابط بإدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزية وحصل على العديد من الفرق التدريبية ومنها فرقة القيادات الأمنية وهي فرقة مخصصة لردبتي اللواء والعميد وحصل على المركز الأول في الفرقة وصورته ضمن الأوائل الحاصلين على الفرق التدريبية بأكاديمية الشرطة ضدرا لكفاءته المهنية وقاد اللواء امتياز الحملة الأمنية في الكيلو 135 بمنطقة الوحات وشارك في الحرب الضروس ضد الإرهابيين إلى أن استشهد خلال معركة الوحات وأطلق اسمه على مدرسة العباسية الثانوية بنات التابعة لإدارة الويلي التعليمية تكريما لاسم الشهيد الذي قدم حياته فداء للوطن وصدق رئيس عبدالفتاح السيسي على منح اسم الشهيد اللواء امتياز إسحاق محمد وسام الجمهورية من الطبقة الثانية وتسلمته أرملته صحر السيد أحمد حدث القصاص للعميد الشهيدة بتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري أحد أهم العناصر المشاركة في العملية كما جرى الثأر من قبل في اليوم التالي للعملية بقتل عشرات العناصر التكفيرية وعلى رأسهم الإرهابي عماد عبد الحميد مساعد الإرهابي هشام عشماوي موسيقى 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 موسيقى